طب بمناسبة طبعا الدوري الانجليزي وكنا قبل كده بنتكلم على الدوري السويسري معنا نجمي على مستوى الدوري السويسري وكان قائد منتخب سويسرا وكان عنده طبعا خبرة كبيرة في توتنهام ويعني خلال الدوري الانجليزي عاش فيه فترات طويلة جدا معنا طبعا على سكايبار رامون فيجا طبعا منرحب بيك رامون أهلا بيك هنا في مصر وفي بيت النادي الأهلي في البيت الكبير كيف حالك صديقي أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا طبعا أنا سعيد على المستوى الشخص أنك تكون موجود معايا على شاشة قناة النادي الأهلي كمان عمر من أصدقائك ومن أصدقائي بيرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي يا رامون أصدقائك السوت مش واصل طيب الخط قطع هنتواصل معه مرة تانية لكن زي ما بنقول برضو رامون من الخبرات الكبيرة كان كابتن منتخب سويسرا ولعف توتنهام من اللعيبة المميزة جدا جدا يعني يمكن رامون فجاء من قوائل اللعيبة السويسريين اللي يقطعهم والبريمير ليج ويكون بيقدي ويوصل أنه ينال ثقة كل المدربين اللي دربوه اللعب لتوتنم فترة طويلة خد معهم بطولة لليج كاب وكان معاه جيل كان معاه كلينسمان في الفرقة كانت فرقة إيلة كان معاه سول كامبل كانوا فرقة كان معاه نوالكر في حراسة المرمى برضو كان حارس مرمى منتخب إنجلترا أعتقد راجع الصوت تاني رامون رامون بنرحب بك مرة تانية نعم أسمعك جيدا تفضل رامون كلمنا بصفتك طبعا قائد المنتخب السويسري ولاعب من اللعيبة المهمة اللعب لتوتنم هام رأيك إيه في توتنم هام السندي مع بداية الدور الإنجليزي ورأي شاملة عن بداية الدور الإنجليزي البريمير ليج السندي في البداية أود أن أؤكد أن الظروف غير معتادة بسبب ظروف الكورونا فقد عطلت الكثير من الأنشطة ولم يكن لدينا استعدادات كافية من حيث الاستعدادات الفنية فلم يبدأ جيدا لم تكن هناك مباريات جيدة ولكن مباراة ساوث هامتون كانت تغطيها مختلف تماما خاصة بعد الإعلان عن عودة جاريب بيل وهم لاعبين مميزين وهم مميزين لوجهة نظري على الأقل فسيكون لديهم فرصة جيدة عودة جاريب بيل طبعا من مدريد لتوتنهام وعلاقته مع مورينيو حضرتك شايف برضو من نظرتك الفنية مورينيو رايح مع توتنهام فين وهل عودة جاريب بيل إلى توتنهام تعتبر إضافة قوية أو ممكن يحصل بعض المشاكل داخل الغرف يعني الدريسينج روم وتكون عودة جاريب بيل تكون يعني غير صالحة حتى على مستوى الشخص بالنسبة لمورينيو أعتقد على العكس تماما جاريب بيل هو شخص مميز جدا بالنسبة لمورينيو فهو يلعب بسلوب دفاعي ومنظم ويفضل أن يكون فريقه مميز ويلعب بطريقة دفاعية وبقوة وأعتقد أن جاريب بيل سيكون إضافة قيمة جدا للفريق وسيكون ذلك إضافة وسيؤثر بصورة إيجابية في الفريق وأعتقد أن العلاقة ستكون جيدة جدا بالنسبة لمورينيو وسيكون هناك نظام جديد لمورينيو لأنه عليه أن يغير الآن عليه أن يغير طريقة اللعب التي كان يلعب بها في شيلفي وإنتر ميلان ومانشستر ينايدد فلم يكن نظامه أو أسلوبه جيد وكان هناك إمكانيات أخرى كان يمكن أن يستغلها ده على مستوى توتنهام أكيد متابع نجمينة الكبير محمد صلاح في ليفر بول أكيد على المستوى الفني وكمان متابع ليفر بول كفريق يعني أعتقد حقق نجاحات كبيرة جدا جدا السنة اللي فاتت شايف منافسات ليفر بول السنة دي هل أيضا سيستمر في هذه النجاحات أم هيكون في بعض الفرق المنافسة لي ومنافسة بشدة ليفر بول الآن هم الذين سيتم استيادهم الجميع يريد أن يكسب ليفر بول وأعتقد أن ليفر بول أعطى إشارة قوية جدا في المباراة الأولى وإحراز هذه الأهداف في بداية المباراة من محمد صلاح فهو من أفضل الهدفين في العالم في هذه المرحلة ولاعب مثلا محمد صلاح هو حلم بالنسبة لأي فريق وأعتقد أن ليفر بول الآن مؤهل لكسب المباريات وأعتقد أن هذا العام قد يكون هناك منافسين قد أعتقد أن هناك سيكون بعض المنافسين لليفر بول ولكن الآن ليفر بول فريق قوي الآن ده على مستوى ليفر بول والبطل على مستوى القادمون من الشامبينشيب عندنا الليدز بيحقق في اعتقادي عمل شكل جيد جدا مع بداية البريميال ليج مع مدرب داهيا المدرب الأرجنتيني شايف انطلاق الليدز في أول أسبوعين في البريميال ليج شكلها إزاي؟ أعتقد أن ليج يونايتد هو أحرز أهداف كبيرة جدا وتحت قيادة المدرب الأرجنتيني ومن حيث التكنيك والتكتيك فهو ماهر إلى أقصى درجة والطريقة التي كون بها فريق ليز يونايتد فهناك منافسة شديدة جدا في هذا الدوري فالجميع يريد أن يذهب إلى هذا الدوري وهو هام جدا بنسبة لهم والمنافسة الشرسة جدا وهام جدا وتظهر المهارات وهو صعب للغاية وأن يكون هذا الفريق فهو تحقيق أهداف كبيرة جدا وليز يونايتد بالفعل جعل ليفر بول يعمل ويتصبب عرقا في هذا اليوم ليز يونايتد ضد ليفر بول جعل المهمة صعبة بالنسبة لليفر بول فأعتقد أن ليز يونايتد قد تكون مفاجأة هذا العام لا أحد يدري على سبيل البطولات وطبعا بايلر صديقك وصديق الملاعب في المنتخب السويسري وكمان سيزا زملائك في المنتخب السويسري بيحققوا بطولة الدوري العام مع النادي الأهلي وفي انتظار إن شاء الله بطولة الشاب الأفريقية على المستوى الأفريقية إن شاء الله تقول لأصدقاء كبايلر والسيزا من خلال هنا البيت الكبير في النادي الأهلي مبروك للنادي الأهلي فهذا إنجاز هائل وعظيم فهم حققوا أهداف كبيرة جدا مع نادي كبير جدا في أفريقيا وليس فقط في مصر ولكن في كل بقاع العالم فأعتقد أن النادي الأهلي هو قضب من أقطاب أفريقيا فهو يمثل المهارة ولديه جميع المكونات والعناصر التي تؤهله للفاوز فهو إنجاز كبير جدا لهم والبطولة الأفريقية هامة جدا أيضا لأنهم يلعبون على التأهل ليكونوا الفريق الأفضل وأعتقد أن الأهلي لديه كل العناصر المؤهلة ليحققوا هذا الإنجاز وسيسعدوا جماهير الأهلي في ظل ظروف فيروس كورونا فأعتقد أنه ليس من السهل ولكن أعتقد أنهم تجوزوا كافة هذه الصعوبات في ظل هذه الظروف الصعبة ومع ذلك استطاعوا أن يحرزوا هذه الأهداف ويكسبوا هذه المباهرات وأود أن أشكرهم شكرا جزيلا وأقول لهم أحسنتم إحنا اللي بقولك شكرا جزيلا رامون طبعا قائد المنتخب السويسري وتوتين هام شكرا جزيلا على وجودك معنا هنا في البيت الكبير في النادي الأهلي وإن شاء الله نتواصل كمان معاك عشان تقول لهم مبروكة على متشامل دليج الأفريق إن شاء الله في الفترة اللي جاية رامون شكرا جزيلا وجودك معنا شكرا